اشتركوا في القناة وقالت كتير من الاسرار عن حياتها الخاصة وخاصة وان ده الظهور الاول تقريبا بعد زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن اصالة تكلمت عن تفاصيل زواجها من فائق حسن وقالت انهم كانوا مجرد اصدقاء من اكتر من 15 سنة بس الصداقة دي كانت في حدود الفن وبيتكلموا في تفاصيل الشغل اللي ما بينهم وبس مش اكتر من كده وقالت اصالة انها والشاعر العراقي فائق حسن ما كانوش اصدقاء مقربين وان التحول اللي حصل ده كان في يوم واحد ومش عارفة مين سبق تاني بالشعور وبفكرة الزواج ولكن احنا شبه بعض جدا وهو امروا اكتر من وسيم وتابعت اصالة مفكرناش باي حسابات وقلنا احنا الاتنين الدنيا تتزبط علينا واننا اخدنا القرار بدون اي تفاصيل ولا حتى عارفين هنسكن فين بالصعودية ولا مصر وقلنا بعد كده الدنيا تتزبط واول شخص قلت له بالزواج هي ابنتي شام وهي العالم والحياة بالنسبة لي وخلال الحلقة اتكلمت اصالة كمان عن اغرب طلب طلب منها زوجها فائق حسن وقالت هو اللي طلب مني اني اقص شعري وهو بالنسبة لي طلباته اوامر قصيته بنفس اليوم مش بكرة وقالت كمان انا مش فاكرة مين سبق في الاعتراف بالحب بس حسيت اننا اتخلقنا البعض واحنا نفس الشكل حتى بالنسبة لملايمح الوجه اتخذنا قرار الزواج في يوم واحد ولم نفكر في اي حسابات اخرى وبدون ترتيب او تنظيم وتابعت بعد الصدمة اللي مررت بيها اخذت قرار اكون مع البني ادم ده حتى لو هنفضل في الطيارة دون بيت وعلاقتنا كحبايب كويسة وقلت له اتجوزني اول ما لقيته وقررنا نتجوز تاني يوم على طول وقلت اصالة انها مش بتهتم كثيرا بلون شعرها او تفاصيل الميكب عكس اهتمامها بحياتها الفنية والعملية وكشفت كمان عن حاجة غريبة جدا في تسجلتها لاغنيها وقالت انا بحب اغني وانا حفية احلى من الغناء وانا لبسة كعب لاني بحس ان الغنية كله بيجي من جسمي انا لما بغني في البيت بقى في زي راقصة البلي وكل اعضاء جسمي بتتحرك ولما بغني بدون حذاء جسمي كمان بيتحرك وبحس اني برقص مع صوتي اما بقى عن مرحلة قبل الزواج من الشعر فائق حسن قالت الفنانة اصالة انا كنت عايشة حياشي زوفرينيا وكنت بتعالج عند اطباء نفسيين مش طبيب واحد وقالت انا عندي دكتور بيحبني كتير وبيحب صوتي وبيتابعني وانا كمان كتير بحبه وبحس انه بيعالجني بالشيء اللي بحبه ولكني استشارت كمان ده كترة اخرى علجوني بالكلام والحكمة وهم من الاشخاص اللي اصروا فيها وكملت كلامها وقالت خضعت للادوية وكانت اسوأ شيء في حياتي واستمرت فترة الادوية حوالي 8 شهور وبمرت فلسفته واخدت حبايا زيادة هانيت بعدها يومين 3 وما كنتش قادرة امشي على رجلي وانفصلت عن الادوية قبل عيد ملدها بايام وفي شهر سبتمبر اللي فات احتفلت الفنانة اصالة نصري والنجم العراقي فائق حسن بزواجهما في حفل اقتصر على الاقارب والاصدقاء المقربين وبس واعلنت اصالة عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام عز وجهه من الشاعر العراقي فائق حسن ومدير اعمال الفنان ماجد المهندس وده بعد مرور اكتر من سنة ونص من انفصلها عن المخرج طارق العريان اشتركوا في القناة